طالما كان الجهل بيئة الحكومات الفاسدة لتحكم قبضتها على الشعوب وتسيطر على مقدراته في العراق يختلف المشهد قليلا حيث لم يأتي الغزو الأمريكي بالمنظومة الحاكمة على بيئة جاهلة إنما اتبع على مدى السنوات السابقة سياسة التجهيل الممنهج وذلك باختيال العقول والأدمغة وتدمير مؤسسات التعليم وجعل الصفة الأكاديمية ليست المعيارة في اختيار المسؤولين وشغل مؤسسات الدولة ستة عشر عاما مرت على هذه السياسة فأصبح العراق بلدا لصناعة التخلف المصاحب للفقر خرافات تسير حياة المجتمع وأفراد حولوا المؤسسات الدينية إلى مجامع كهنوتية ترسم خارطة حياة الأفراد على حسب أهوائها وجامعة تذيلت التصنيف العالمي بعد أن كانت في صدارتها الآثار السلبية لسياسة التجهيل لم تظهر على الناحية الثقافية والدينية فحسب بل تجلت في التخلف الحضاري من ناحية خطط الدولة الزراعية والصناعية حيث أدى الفشل الحكومي إلى تصحر الأراضي الزراعية رغم خصوبتها وقدرتها على الإنتاج الغزير في حال أجيد استثمارها كذلك الصناعة مقاومات متوفرة دون أن تتاح للنخ بإدارتها فأغرقت الأسواق المحلية بالمنتوج المستورد حتى في أصغر الحاجات ومن التجهيل إلى التغييب الفكري والتغريب النفسي استخدمت المخدرات كوسية قاتلة لإخماد أي شذرة نور في نهضة الشباب ووضع الحواجز أمام محاولاتهم في استعادة الهوية العلمية لبلدهم وإنقاذه من دوامة الجهل ويبقى المستفيد الأول من الواقع العراقي الحالي هي الدول التي تريد أن يبقى العراق حقل تجارب لسياستها وتريد تحويل رؤوس أبنائه إلى صفحة خالية تكتب فيها ما تشاء وما تريد